موسيقى حلقتنا لليوم وراح اخد اتصال لانه في اتصال ألو إلينا بحضر ألو 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 مين معي؟ إلينا ملحم إلينا ملحم كيفك يا إلينا؟ نيحة جاءت اتصلت فينا؟ أم أوكي إلينا بتختاري بيز رئم؟ بدي يلا لا يفرجوك التابلو بقليك شو في بعد أرقام في 2 8 11 13 15 و 18 و 8 أوكي إلينا في آية و بديك تحذري الكلمة النقصة من الآية و قيمة لجميع الشعب من الكبير إلى الصغير وليمة في قصر الملك الفرعون أو الحاكم ملك الفرعون أو الحاكم مين عنده قصر؟ المالك برافو مرسيلة اتصالك وبينزل اسمك بالصحبين الصحب يلي رح يصير بآخر الحلقة والصحب الشهري يلي رح يصير جمعة الجين وهلأ نتوقف مع فقرة خبر جديد مع شربل شو محضرنا يا شربل أخبار؟ كان عادة أخبار على صعيد الكنسة وأخبار مفيدة لنا أوكي تفضل موسيقى على الرغم من عدم استخدامه لتكنولوجيا جديدة بيعرف كيف يتواصل مع كل اللي بيستخدموه كيف هو أعطى مثال عن الصور الزيتية والسلفي معتبرا إنه بتجسد أمر عمي جدا على الرغم من إنه بتبدو صبحية كمان كما أعطى مثال تاني دعوتو للمؤمنين يوم انتخابوا للصلاة معوه ولهيك تحدث البابا فرانسيس عن الإنترنت على اعتباره إنه شبكة من الأشخاص تعرفوا على الإخت أغات صوت مليكي جديد يغني الإنجيل جاوز عدد مبيعات الألبوم الأول بعنوان أبحث عنك يا الله لألفين نسخة فبين شهرة الأخت كريستينا الإيطالية ونجاح راهبات إنجليزيا من مالطا أثبتت الراهبات المغنيات عن جدارتهم فانضمت فرنسا لقافلة النجاح بفضل الأخت أغات دوتري سربل بدي أتساك لأنا في اتصال ألو 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 مين معي؟ ألو ألو شاكلون أطع الاتصال ألو تفضل شاهدين مشاهدين أم نذكركم كمان إذا بتحبوا تابعوا عنوين فقرة خبر جديد نضموا أيضا لصفحة الفيسبوك تتعرفوا العناوين وبخبر بضحك وغريب استبدلوا مذيع نشرة الطقس بولد وهذا اللي صار احتل الفيديو لولد عمره سبع سنين بتقديم نشرة الأحوال الجوية مواقع التواصل الاجتماعي وبالفيديو بيظهر الولد شارلي هيل يلي قدم نشرة الأحوال الجوية بنشرة الأخبار الصباحية والمضحك بالخبرية أنه ابن سبع سنين واللي طلع على التليفزيون للمرة الأولى بحياته نسجم كليا مع الكاميرا فصار ينكت يرقص ويغني مشوب سواب الفيديو سوف تزدقا بحياته اشتغل مضخت تييف procrastinate ترجمة مهدوة .01. . . . . . . . . ترجمة نانسي قنقر والخبر الذي سيأخذنا من لبنان للعالم هو أجمل الجسور المعلقة بالعالم نحن نرى رأي سارة ما تحب الجسور المعلقة بالعالم ومشاة الصور عليها تحب؟ نعم لكن بخاف هذه الجسور المعلقة تساهم بخلق منظر حلو كثير وبتسهيل السير حتى للمشاة والأخذ الصور وموجودة بكثير بلدان على أمل انه ايضا كمان وتسير عنا بلبنان وأخيرا رح يتحقق حلم البعض بانه سيارة طير قريبا السيارة طائرة أم مهندسين أمريكيين بابتكار جديد وقدروا يزودوا سيارة بأجنحة ومحرك من نوع خاص بساعدة على قدرة الطيران ولتقدر تطير لمسافة تصل للألف وستمائة كيلومتر فهي مزودة بمحرك كهربائي وبخليها توصل لسرعة خمسمائة كيلومتر بالساعة هلمت بابا نويل؟ توفى الممثل جون مور من عمر 86 سنة وهو اللي كان بيمثل شخصية بابا نويل المعروفة بإعلانات كوكاكولا وبالخبر السادس مصر بتخاف من الطيارة؟ نعم وكيف إذا كان يعني في شيء صعير بالطيارة لحما يشوفوا بها الخبر العالة عم بتخاف من أي عطل بيصير بالطيارة فكيف إذا تأخير سببه فارة؟ لأجلة رحلة تابعة لأحدى الشركات الناروجية للطياران لنيويورك خمس ساعات بسبب مطاردة فار بمطرح ما بسوق كابتن تيارة لهون منأتي لختم فقرة خبر جديد ومنرجع لإلكسارة مرسي شاربل على هالأخبار الحلوة والمتنوعة مثل كل مرة هلأ بدنا نحكي عن الديس هو ميخايل الكنيسة بتعيدله وهيكي منعرفكم شوي عن قصته عن حياته من هو ميخايل فينا نقول هي بتعيدله الكنيسة اليوم فينا نقول ميخايل هي كلمة عبرانية هو اسم عبراني ومألف من جزئان ميخا وإيل بتعرفوا شو يعني ميخا صار أكيد بتعرفه شارول عنتك شو فكرة شو ميخا أنا ما عرف إيل يعني الله مضبط ميخا يعني القوة وإيل يعني الله أي قوة الله أو بمعنى آخر من مثل الله وميخا إيل كان عنده قوة وكان يحب كثير الله وكان يدافع عن الكنيسة من هيك الكنيسة بتكرمه وبتعيدله مثل هالنهار اليوم بكل سنة وبحسب التأليد الكنيسة هو يلي دحرج يسمى برئيس القيامة لأن هو يلي دحرج الحجر عن أمام القبر المسيح بس أم من بين الأموات ويذكر أنه اسم ميخايل وقصته مرتان بالعهد الأديم ومرتان بعهد الجديد هيدا كنت هكي ملخص على السريع عن قصة ميخايل وهلأ رح نتوقف مع روبرتاج عن سينت أوف دويك لنشوف الأسبوع المقبل من هن الأديسين يلي الكنيسة بتعيدلن منشوف سواه تانين عشرة تشرين الأول عيد مارت مورا وتسكار الأديس لوون كبير البابا ومعلم الكنيسي تالتة حدعش تشرين الأول عيد مار مارتينوس وعيد الأديس ميناس ورفاق الشهداء من مصر لأربعة تناش تشرين الأول عيد تسكار الأديس بوشا فاط لأسقف الشهيد لخميس تلتعاش تشرين الأول عيد الأديس يوحنا فام الذهب والجمعة 14 تشرين الأول عيد مارت مورا وتسوير سويس بوشا فاط لنتظيم أعلم أنهم نتعرفين اتصالاتكم على 09 914 915 كلماء تلعبوا معنا وينزل اسمكم بالسحبين لكن لا تنسوا كل أصحابكم اسمهم فيليب يوحنا مارتينيوس أو جيوفان الآن سنتوقف مع سور كرميل تخبرنا من هو مار يوحنا فم الزهب يوحنا فم الزهب أو الزهبية الفم أول شي بنقدر لكم أنه ولد بإنتاكيا وكرس حياته لنشر الإيمان وكلمة الله لكن بدي أطشك لأنه في عناقتي سيختار مرحباً 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 جورج أبو خليل من أين تتحدثنا؟ جورجي أبو خليل جورج جورج من أين تتحدثنا؟ جورجيا 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 من أين تتحدثنا؟ من القطين تتحدثنا متنق أصلي مراعفة ِ ٪ من ٩ أنصلي ٢ 12 اتاخد فيه 2, 11, 13, 15, 18 2 2 كمان هيدا الرقم التاخد كمان هيدا التاخد فيه 11, 13, 15 13 فوارق فيه بالصورة فوارق بدك تعرف شو هني وبدك تعتمد على الصورة الفوارق الفوارق فيه 3 قصص زيادة سوري انا بنت بنت جورجيا ها جورجيا وي جورجيا لكن جورجيا فيه عندك صورتان فيه التحت زي 3 امور شو هنه بلشي بنجهة سارة شوفي شوفي عنا هنا زيادة عشمال يلا فوارق مزبوط 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 هيدا اول فرق فيه البطيخ مزبوط 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 فيه عصفران مزبوط 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 والناس كانت كلها تسمعوا. بالإضافة لهذا الشيء اللي خلّى الناس يحبوه أنه كان يهتم بالفؤراء والناس اللي هني بحاجة لقلوه كان يزورهم بالبيوت ويشتهر بهذا الشيء. بعدين بسنة الثلاثمائة وتسعين صار قص باتريارك على القسطنطينية وبقى بالرسالة طبعه وهذا الشيء اللي سبب بأنه كثير من الأشخاص تصادموا معه لأنه كان كثير صريح ما كان يخاف من أي شخص. كان دغري يقول الشخص المغلط عم بقله أنه أنت غلطت مهما كانت ترتبته. هلو وهي شيء يمكن شكل مشاكل. صحيح مشاكل وتصادمات كثير. لكن مشاهدينا قبل ما نتوقف مع ترتيلي بحب ذكركم أنه فيكم تجعوا تحضروا إعادة حيالة حلقة إما على اليوتيوب تيفي تشاريتي أو على الفيسبوك بيج مستر فيث. وهلأ منتوقف مع ترتيلي. موسيقى 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 نجع معكم مشاهدينا لنكمل آخر قسم من حلقتنا لليوم في سارة أحبة تخبركم شيء تتحضروا لجماعة الجيل سارة نحن لجماعة الجيلة حتى نشتغل سواء نحن ومشاهدينا الصغار مع بعضنا نحن بحاجة لكلسات ملوان بحاجة كمان للصوف وطابات صغيرة معمولة من فانين نشوفهم بالمكتبات وكمانا للعيون الملاونين مثل ما شايفين هون مرح فارجيكم شو هي جمعة الجيلة مفاجأة جمعة الجيلة هلأ مشاهدينا منتوقف لنشوف شو هي القسم الشرائية من آرسا كري حريصة يلي ما قلتكن نصيب من حيالة شخص منكن يلي تصل اليوم الرابح معنا اليوم يحصل على قسم الشرائية من آرسا كري حريصة لكن نصل لختم الحلقة مشاهدينا شارب اللي بتخلط فيه الأسامة لنشوف مين راح يربح القسم الشرائية شارب اللي سيبا لنشوفكم النصيب مين شارب اللي سيبا شارب اللي سيبا مبروك إلعك شارب اللي سيبا راح تقصيني شرائية من آرسا كري حريصة فيك تسلم جايزتك منتفي بجونية كل تنين منتنين للجمعة من الساعة 10 لالساعة 4 مشاهدينا لهم بتكون خلصت حلقتنا لليوم ما تنسوا تحضرونا جمعة الجاي بي زيت الموعد ساعة 11 الصبح في جمعة الجاي ساحب الشهرة اللي هي الايباد التابلت فتصلوا فينا ويمكن تكونوا انتم جايزة من نصيب حيالة حدا منكم ولهون متكون خلصت اللي معكم ومارسي موسيقى اللي مع النصيب الموسيقى اشتركوا في القناة